جمهور الزمالك على فكرة اللي انت بتعرفوشها دويدار هتف للإسماعيلي هتفوا للإسماعيلي وهتفوا الجمهور إسماعيلي فالنهاردة كابتل حسني عبدالربو راجل طبعا تاريخ كبير وراجل يعني راجل حاجة قيمة كبيرة جدا وما حاتش فينا ما بيغلطش يعني عشان برضو مش عايز لنا إيه حاتش فينا ما بيغلطش كلنا بنغلط لكن أنا يعني وأنا عارف دايما إنه رفزت الملعب وقربت كل الكلام ده لكن بأكد كبام دويدار أتمنى إنه يحصل مكلمة مكلمة ما بين من من الكابتن حسني عبدالربو للكابتن قسامة نبيه يتكلم معاه فيه ويقول له أنا آسف مكانش يعني موقف فتعناد بإسماعيلي مخليني مضغوطين وبطالب حسني إنه لازم يعمل المكلمة دي لأن كلنا ممكن تنرس في الملعب أنا مرة اتنرفست على محمد يوسف على فكرة وأنا كابتن محمد يوسف طبعا كابتن محمد يوسف كابتني ولعبت معها على فكرة في منتخب مصر كابتني يعني راجل قيمة قيمة كبيرة جدا لكابتن محمد يوسف إتنرفست عليه وأنا ماسك ودي دجلة تقريباً وأنا ماسك بيتروجيت كون موقفنا إحنا الاتنين الفرقة بلغباطة وإتنرفست عليه برضو الحاجة شبيهة لكده يعني كنت بضيع عوقت حقاً كده والله دويدار كان ساعتها مساعد الكابتن محمد يوسف كان الكابتن عدل مصطفى ما نمتش إلا لما وصلت لكابتن محمد يوسف واعتذرت له صح لأن حسيت إن أنا ده راجل أكبر مني زي ما أنت بيقول وأنا عيب اللي أنا عملته حتى لو يعني على فكرة ما حصلش لشتيمة ولا أي حاجة يعني إيه مشدة كده بس إنتوا مش عارف إيه ودي حاجة محترمة آه لازم فأنا بقول مش عيب الاعتذار من شام الكبار زي ما بيقوله وأتمنى وكلام اللي بيروده ودهار كلام محترم جدا أنا عارف إن حسني لسه جديد في الشغلانة بتاعت الوقف على الخط ودائماً الوقف على الخط لما بتبقى مسؤول محتاجة وقت إن أنت تاخد الخبرات وكل حاجة وأنا عزرك في الحتة دي إن أنت هتحتاج وقت على عبال عبال ما تهدأ وكلنا مررنا بالقصة دي لكن طلب للكابتن حسني عبدالربو هو عارف إنه راجل بقدره يعني بشكل كبير جدا كلم الكابتن عسامة نبيه دي حاجة ما تقللش منك دي حاجة هتكبرك قدام الناس كلها كابتن عسامة تزعلش مني حقك عليا أنا ضغط المطشط كتنا يعني إحنا مضغوطين في النادي وكذا تزعلش حقك عليا مصر كلها ترفع لك القبعة أتمنى إن دا يحدث